وده اللاعب اللي انا هتكلم عنه كتير احمد عاطف موهبة كبيرة جدا صاحب هدف يوتشر الاول والهدف التاني كان لحمد رفعت وحمد رفعت جاب هدف حلو قوي بيه قدمه اليسرى في وسط الزحمة حطاه على يمين محمد ابو جبل ورفض الاحتفال احتراما لفريقه الاصبك نادي الزمالك بعد كده زيزو ضربتين جزاء يعني بعد اللجوء للفارو من الوهل اللي هو تعرف ان هم ضربتين جزاء مفهمش اي شك ولا فيهم اي خطأ زيزو العالمي ضربات جزاء زيزو العالمية انا بص مش هبالغ مش هبالغ والله بس زيزو من افضل مسددين رقلات الجزاء دلوقتي في العالم هتقول لي يعني احسن من فران قصة مش احسن ولا اوحش قصة ان كل ضربات جزاء زيزو مسجلة كل ضربات زيزو فيها شغل فني كبير جدا ده هدف اللي جيه فيه ديئة 95 ديئة 5 من الوقت المحتسب بدل تضع وفاس بيه الزمالك بالمباراة زيزو بيسجل بطريقة مميزة جدا ليه بقى هشرح لك ليه زيزو من اللعيبة اللي بتعرف تغير التكنيك في التصويب التكنيك في التزديد ما عندوش طريقة واحدة ما فيش حارس مرمة ما فيش حارس مرمة يقدر يحفظ زيزو هو بيسدد ليه؟ عشان بيغير كل مرة التكنيك بتاعه بيغير أسلوبه في التزديد يمين شمال في النص زي ما شفناها النهاردة عندو أكتر من أسلوب فأنت حتى لو حارس مرمة وبتذكر لعيبة الزمالك مين اللي بيشوت فيهم كويس هتذكر زيزو مستحيل تعرف تتوقع زيزو هيشوت فين مش بس كده ده هو التكنيك ده مهم جدا والأهم قوة الكرة وسرعتها دايماً كورته قوي دايماً كورته سريعة فتبقى صعب على أي حارس مرمة ماكسب أنا فاكراً ما شفتش لعبين مصريين كتير بهذا الكواليتي في تزديد ضرباتي للجزاء كواليتي محترم جداً من أحمد سيد زيزو أرجع تاني وأتكلم مع حضراتكم شوية على لاعب فيوتشر المميز جداً اللاعب اللي كان من اللعيبة المهمة النهاردة من اللعيبة المؤثرة جداً النهاردة أحمد عاطف اللي سجل هدف فيوتشر الأول موهبة مميز أعتقد لي مستقبل كبير جداً في الكرة المصرية أعتقد أعتقد ده مجرد تصور إن عين كلوس كيروش هتيجي عليه هتيجي عليه لو مش على مباراتي السنغال بس هتيجي عليه عشان عنده مهارات كتيرة جداً والأهم إنه بيعرف ينهي الهجمات بشكل محترم فده مهاجم رائع جداً ترجمة نانسي قنقر